مقاقة وحداق وخنبقة وبقى ورقلة ويدنق دعلة لاع حياط حوشة ميانة كل هذا الكلام انت لانك عايش بالخنبقة ومالك مقاقة بالعلم ومحيطك مجموعة من الناس كل واحد فيهم رقلة اكثر من الثاني فما لكم طول نفس في انكم اتحدقون العلم تصيدونه شوي شوي وتهوون الهياط وودكم باي هوشة ومطيحين الميانة زيادة على اللزوم واحنا لاعت تشبودنا والحريم شي يقولون عنكم دعلة فلا تقعد تدن قلاسك وتسويرو حكمة تسمع العلم اللي بيجيك الحين المقاقة شنو اصلها مققه العظمة يعني استخرج مخ العظمة وحلل هالعظمة واكل كل شي في العظمة ففي الكويت احنا نقول انت لك مقاقة بهالمجال يعني انت راح تحلل هالمجال لك طول نفس بهالمجال والحداق من التحديق ومن محاصرة العدو كقوله مثلا خطر محدق والخنبق من كلمة الخنبق والتي تعني الرعونة والبقة عاتية من صوت فقاعات الماء حينما يغلي الماء بقة وكذلك هي تعبير عن الحرارة وموجودة في لسان العرب الرقلة تفيد المسرع وموجودة في لسان العرب وحنا نقصد فيها المدودة وكلمة المدودة هم اصلها عربي ومرتبطة بالارجوحة وحنا لما نقول عن احد مدودة يعني ما يستقر على رأي لانه رقلة والميانة هي مشتقة من المين والمين هو الكذب يعني الزيف انه مثلا واحد طيح الميانة بينك وبينه يعني طيح زيف الرسمية اللي بينك وبينه ما عاد فيه رسمية بينك وبينه فتلقى بالرسمية بانها مين كذب فنقول طاحت الميانة والهوشة من الجلبة وتخبط الناس مع بعضهم وهذه كلمة فصيحة موجودة في المعاجب وكذلك الهياط مثل استخدامها في اللغة العربية الفصحة كما نحن نستخدمها في العامية ولا نفس الشيء بمعنى ان سأمنا الشيء وانتابنا الضجر ونقول لا عشبدي بمعنى زهقنا من هذا الامر وانقرفنا منه باختصار ودع في المعجم الرائد دعا له يعني خداعه وحنا نقصد فيه الشخص اللي دمه ثقيل اللي ما يوضح سالفته ويدنق من الضعف والهواني والطراسة